بتشريف من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه رعى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظة فار احتفال جامعة السلطان قابوس بتخريجي ألفين وتسعمائة وثلاثين من طلبتها خريجي الدفعة السادسة والعشرين واحتفلت الجامعة بتخريجي طلاب وطالبات كليات الأداب والعلوم الاجتماعية وكلية التربية وكلية الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبلغ عدد خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أربعمائة وسبعين خريجا وخريجا من درجتي الباكلاريوس والماجستير فيما شهدت كلية الأداب والعلوم الاجتماعية تخريجة خمسمائة واثنين خريجي وخريجا في درجتي الباكلاريوس والماجستير وثلاثة خريجين في الدكتوراه هذا وبلغ عدد خريجي كلية الحقوق 147 خريجا وخريجة في درجتي الباكالاريوس والماجستير بينما بلغ عدد خريجي كلية التربية 430 خريجا وخريجة بدرجتي الباكالاريوس والماجستير أما الحفل الثاني فسيكون في السادس من شهر ديسمبر القادم ويشمل تخريج طلاب كليات الطب والعلوم الصحية وكلية التمريض وكلية العلوم الزراعية والبحرية وكلية الهندسة وكلية العلوم ويصل إجمالي عدد الطلاب الخريجين من جميع الكليات 2930 خريجا وخريجة بدرجات الباكالاريوس والماجستير والدكتوراه ترجمة نانسي قنقر